مشاهدين الكرام رمضان أبو جزر طفل من غزة يبلغ من العمر التسع سنوات عرف برسائله التي كان يوجهها للعالم من فوق الأنقاض عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بمعاناة أطفال غزة الذين حرمتهم الحرب من المدارس ومن اللعب ومن الغذاء والأمن مؤخرا كانت للطفل رمضان أبو جزر كلمة مؤثرة خلال ممتدى الجزيرة الأسبوع الماضي بوصفه من أطفال غزة الذين سرقت الحرب طفولتهم فلتابع حرمتني هذه الحرب أن أكمل دراستي في الصف الرابع حرمتني أن أقابل أصدقائي في المدرسة أتقابل معهم في مراكز الإيواء وفي طابور الماء أو الخبز وكثيرا ما أقابل أسماءهم في عداد الجرحة أو الشهداء لم يبق لي من سيرة الذاتية سوى بقايا حلمي أن أرسم سورة الوطن بصوتي بقلمي أن أنقل قصتي وقصص أطفال فلسطين وربما تحاول هذه الحرب أن تسلب من الأمن والبيت والأمان لكنها لن تسلب الحقيقة والإرادة مني ويضم إلينا هنا في الستوديو الطفل الفلسطيني رمضان محمود أبو جزر رمضان ألم بيك وحمد الله على سلامتك الله يسلمك منور استوديو الجزيرة مباشر نورك والله ربنا يخليك أنت كنت تقول في دور كبير وانت موجود في غزة قبل الخروج وانت كنت تنقل المعاناة التي تحدث لأهلنا في قطاع غزة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قل لي بقى كنت تعمل إيه وإيه اللي خليك تقوم بالدور هذا والله هو لازم يعني هذا واجب على كل واحد إنه يحاول إنه ينقل رسالة فلسطين إحنا صحيح كان كنا نتعب وإحنا ننقل الرسالة يعني مثلا كنت أنا أطلع برا في الشارع وأنا مرعوب وخايف لأنه في أي وقت ممكن ينزل علي الصاروخ وأنا بصور بعدين كمان كل شوي تيجي الزنان نتخرب زن 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 هاي المسيرات الاحتلال آه صحيح لازم نعيندي الفيديو مرة ثانية وطبعا برتعب كثير وأحيانا في نص الفيديو يصير صوت صاروخ كلنا هيك نرتعب ونشرد في البيت ولكن أنا صحيح عانيت في هذا الموضوع ولكن أنا بدي أوصل رسالتي ورسالة أطفال فلسطين لكل العالم توصل يعني دي يعني صحيح الإشي صعب ولكن أنا بحاول أني وصلهم الرسالة حتى أنهم يحسوا في أطفال غزة ويتحركوا وبنقل قصة أطفال فلسطين وأطفال غزة إن شاء الله ربنا يحميهم ويحفظهم ويبعد عنهم ربنا يحفظ قل لي قل لي إيه أصعب المواقف اللي عدت عليك أثناء فترة وجودك في غزة وأثناء من أنت بتنقل هذه الرسائل صراحة كل شيء موجود في غزة كل شيء عشته في غزة صعب لكن أصعب شيء في غزة فقدان الأحباب أصعب شيء أنا شفته في غزة فقدان الأحباب فقدت أنا الحمد للامة أو عشرين شخص من عائلتي ومن أحب هذول الأشخاص على قلبي عمتي ألاء الله يرحمها الله يرحمها وعمي رمضان أولاد عمتي محمد ورحمة الله يرحمهم ورحمة وسلم كل يوم لما أنا أجي أتذكرهم أنا أجي مش بتخيل أنه أنا فقدتهم ضلي أفكر يعني عن جد مش هيرجعوا للدنيا مرة تانية مش هشوفهم مرة تانية مش مصدق لحتى الآن شيء صاحب جدا فقدان الأحباب حسبنا الله ونعم الوكيل أنا كنت أنت عاد معي وإحنا بنتابع مأساة للطفل الصغير البيبي اللي توفى بسبب السوء التغذية إزاي يقولي أنا كنت شافك متأثر جدا ونت عاد بتتابع معه الحقيقة كان مشهد مؤثر للغاية والله حسبنا الله ونعم الوكيل هو يعني مفروض أنه هذا الطفل يكون متوفر له التغذية يكون متوفر له كل شيء يكون متوفر له طعام شراب علاج حتى أنه يضل على قيد الحياة ولكن هيك الأطفال في غزة يعني أغرقوا المعابر وعننا ولا شيء بدخل ولا طعام ولا شيء ولا تغذية وعلاج للأطفال يعني إحنا شفنا قبل شوي كيف الطفل وهو يعني زي الهيكل العظمي صار من سوء التغذية أنا يعني نفسي استغربت لما شفت الصورة وتأثرت كثير يعني كيف هذا العدو يعني بتجرأ بتجرأ أنه يعمل هذه الأشياء في طفل بريء يعني أنت يعني مثلا وبعض الناس كمان لما انتيجي تشوف هذه المشاهد تحسها إشي عادي يعني أنه أنا اعتدت على الموضوع وصار إشي عندي عادي جدا ولكن يعني إشي أبدا مش عادي وإحنا كلنا شفنا الطفل كيف صار كيف شكله وكيف شكله في الصورة فكان ما شاء الله وكيف صار هذا من حق هذا الطفل يصير زي هيك فيه لا من حقه يعيش يكبر ويتعالج ويلاقي حقه في العلاج ويكبر ويعيش زي أطفال الأمة وأطفال العالم لكن هذا وقع الأطفال بغزة في كلمتك ونت بتتكلم في منتدى الجزيرة كنت بتعاتب على اللي ما تحركوش علشان غزة وعلشان ينصفه الشعب الفلسطيني في غزة قل لي قل لي أنت كنت متخيل أنه في بلدان عربية أو إسلامية تتحرك بشكل أفضل من كده تنجد هؤلاء مما حدث لهم والله صراحة مش بس أنا اللي كنت متوقع كل غزة كل فلسطين كانت تتوقع شي أفضل من هيك يعني ما بكفي تطلع وتعمل مظاهرات ما بكفي مساعدات فقط يعني زي هيك أكفان وحطب كانوا بيبعطولكم أكفان آه صحيح كانوا بيبعطولنا أكفان العربيات دي كانت فيها مليانة أكفان مليانة أكفان وحطب لا حول يعني يعني إحنا كنا من البداية متوقعين يعني قلنا أكيد ستتدخل الدول العربية والأمة العربية لأنه مستحيل أمة العربية تسيبنا وإحنا أمة وصحاب مع بعض وحبايب مع بعض وما بنخون بعض مستحيل يسيبونا وإحنا قاعدين بنقتل أطفال بنقتلوا أنت كنت متوقع دي يحصل لا أنهما يدخلوا أنا كنت متوقع كثير أنهما يدخلوا أصلا إحنا لو الخذلان كان ما عملنا 7 أكتوبر لو إحنا عارفين كل هذا الخذلان يعني خذلان بشكل رهيب أنت كنت متوقع والله ييجي ويساعد ويعمل يقف معك يكون سند إلك سند قوي إلك ولكن ما بينفع هيك أنت دلوقتي على الهواء مباشرة بتقول إيه للدول دي بتقول إيه للشعوب للأنظمة اللي أنت شعرت أنت كطفل فلسطيني نهما نخذلوك بعد 7 أكتوبر رسالتي إيه لهم يحسوا بأطفال غزة يحسوا فينا يحسوا بالمشاهد اللي قاعدة بتصير يعني أنت لما أنتيجي تشوف مثلا أربعين طفل تستشهدوا في هذا البيت منهم أطفال مقطعة رؤوسهم منهم أطفال أشلاء اللي إشي تحسوا عندك عادي لا اتخيل أنه هدول الأولاد أولادك اتخيل صح الإشي مؤلم ولكن تخيل عشان أهرك بغزة لازم يعني لازم يحسوا بمشاعرنا ويقفوا معنا يعني ما بنفع هيك أنا لما شفت الأطفال مقطعين وأطفال يبكوا على استشهاد أبائهم وأمهاتهم قلت وين الأمم العربية والإسلامية عن هدول الأطفال لغتك العربية جميلة ما شاء الله عليك مين اللي علمك كده بهذا الشكل الحمد لله بفضل الله عز وجل ثم بفضل بابا وماما ربنا يبارك فيه بابا وماما الحمد لله شتغلوا علي بدوا يشتغلوا علي من عمر سنتين ومص يعني أنا انولدت في حرب 2014 على غزة صاوب أبي في الحرب استشهد عمي بابا كتصاب في الحرب وعمك استشهد اه صحيح أنا عمي رمضان اللي أنا تسميت على اسمه فبابا وماما قالوا بدناش نطلع بعد هذه المعاناة اللي عشناها والمعاناة الصعبة والألم نطلع طفل عادي ننطلع من رغم الألم طفل مبدع وطفل ينقل رسالة أطفال غزة لكل العالم ينقل معاناة أطفال غزة لكل العالم ينقل ايش قاعد بيصير الآن في أطفال غزة فالحمد لله بدأت أني أحفظ القرآن القرآن له يعني القرآن كتير ساعدني أني أصل لهذا المستوى في الفصاحة الحمد لله حفظت 13 جزء من القرآن الكريم وطبعا وصلني لعلم كتير وفصاحة كتير الحمد لله بعدين القراءة يعني يكفي أن القراءة أول آية أنزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أقرأ فأنا الحمد لله يعني برضو كمان اشتغلت على نفسي في القراءة وصرت أقرأ قرأت الآن 1500 قصة وكتاب الحمد لله ما إن شاء الله إن شاء الله رب نقبالك فيك حفظك أنت عايز تطلع أيام بتكبر إن شاء الله أنا صراحة الآن مش حقدر إني أحدد إيش بدي أطلع لمن أكبر إنه ممكن أغير لمن أكبر لكن من أنا في هذا العمر بتمنى أني أكون صاحب أثر صاحب بصمة يعني أنا كتير كنت بقرأ من القصص بقرأ عن الناس المؤثرين والناس اللي أثرت في العالم العلماء زي الإمام الشافي رحمه الله والشاعر أحمد شوقي وهدولا الناس كنت يعني أقول يعني ما شاء الله صحيح هدولا الناس ومعظمهم من آلاف السنين توفوا من آلاف السنين ولكن لحتى الآن الناس بتحكي عنهم فأنا أتمنى أني أسير صاحب بصمة وصاحب أثر أضيف ليش جيد إلى الحياة أنفع الأمة الإسلامية أنفع وطني وأنفع ديني وبابا دايماً بيعلمني وأنا وإحنا صغار نتعلم شيء عن كل شيء لكن لما نكبر نتعلم كل شيء عن شيء تخصص بقا تتخصص بشيء إن شاء الله لكن ما حددتش أنت عايز تتخصص فيه لأنا لحتى الآن ما حددت حافظ أشعار حافظ أي أشعار ليهم أنا صراحة حافظ ولكن يمكن أن تلاقيني النفس لكن حقول مقطع من شعر نفس الفداء لكل منتصر حزين قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين يحمي بشبر تحت رزيه اتزان العقل معنى العدل في الدنيا على إطلاقه يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القاعدين والحرب واعظة تنادينا لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا نعم هذا قضاء الله لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين أشاء الله عليك أنا عايز أجي وحضنك لكن مش هينفع بقى ولا أي رأيك لا تعمل ربنا يباريك فيك عفيني يباريك فيك أنت عايزك تقول لي كلمة أخيرة وإحنا عافين جامع بعض كده بقى وإنت كنك المزيها وعايزك تقول كلمة أخيرة لكل الناس اللي بتشوفك دلوقتي أنت على الهواء مباشرة تقول لهم إيه وتوسل رسالتك إزاي عن أطفال فلسطين يلا أنا الآن بس بدي أسأل سؤال تفاضي هو سؤال واحد لكن تحملني شوية السؤال أنا أتحملها جدا من شوية ده شويتين يعني أنا تعلمت في الصف الرابع تعلمت في المدرسة في مادة التربية الوطنية إيشي اسمه حقوق الطفل مؤسسات حقوق الطفل العالمية مؤسسات حقوق المرأة العالمية مؤسسات حقوق الإنسان ويعني مؤسسات تدعم الناس وتقف معهم فأنا يعني صدقت أنه عن جد يعني وصدقت الفكرة أنه عن جد في مؤسسات زي هيك تقف مع الناس لكن بعد هذه الحرب يعني استغربت كتير والأطفال قاعدين بيموتوا فقلت وين هذه المؤسسات عن هدول الأطفال وين مؤسسات حقوق الطفل عشان تحمي هدول الأطفال وتقف معهم يعني شفتلك موقف قطة صغيرة تمشي في الشارع فعلقت في الشارع صار معها حادث علقت فاستدعوا هذه المؤسسة مؤسسة حقوق الحيوان رحت استدعت كل الدفاع المدني وكل الإسعاف وكل الأدوات والعمال بس عشان ينقضوا هذه القطة طب وين هذه المؤسسات حتى إنها تحمي أطفال غزة يعني أنا شفت مؤسسات حقوق الحيوان طب وين مؤسسات حقوق الطفل عن 15 ألف 15 ألف طفل استشهدوا في هذه الحرب وين هذه المؤسسات لتقف معهم وتحميهم وتبعد عنهم هذا العدو الظالم يعني أنا صراحة بعد هذه الحرب اكتشفت أن هذه المؤسسات عالمية باستثناء غزة و باستثناء فلسطين الله يبارك فيك ويحفظك هنخرج لفاصل أو نقدم لي الجزء القادم وأنا بشكرك أنا سعيد اللي أنت موجود معايا سعيد بلوتك وبرسالك اللي أنت والله أنا كمان سعيد أو بني أخي اللي